اشتركوا في القناة الى افغانستان حيث وصلت الشحنة الى مطار كابل صباح اليوم وتحتوي على مواد طبية واغاثية وغذائية وبهذه المناسبة ثمن سمو الشيخ ناصر بن حمد مبادرات جلالة الملك الانسانية ومد يد العون لمساعدة الاشقاء والاصدقاء واغاثة المنكوبين في مختلف بقاع العالم مشيد ان سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء حفظه الله مؤكد ان سموه تشرف المؤسسة الملكية للاعمال الانسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المفد سائلنا المولى القدير ان يعم السلام والازدهار في افغانستان والعالم اجمع متمنيا لها وعلي شعبها الامن والاستقرار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة